اهلا وسهلا فيكم من جديد وصلنا لفقرة تزيين الكيك واليوم الحقيقة تزيين الكيك من القلب للقلب زي ما بقولوا من قلوبنا كلنا سلام لبيروت وللبنان الشقيقة وحبيبنا وأهلنا في لبنان فحبة نسرين اليوم تعمل كيكة على شكل العلم اللبناني إن شاء الله يا ربي دايما يضل مرفرف ودايما بلدهم تضلها بخير وبسلام نسرين صباح الخير اهلا وسهلا فيك صباح الخير صباح النور حلو كثير حبيت فكرة العلم اليوم وانها على كيكة عائشة حلوة إن شاء الله حياتهم كلها تضلها حلوة مؤثر فينا كلنا يعني زي ما حكيتي روان اليوم من قلوبنا جميعا سلام لبيروت إن شاء الله يا رب هيك الله يفرجها عليهم دايما دعواتنا ترفع على الرحمة للشهداء والسلامة يا رب للمصابين والجرحة اليوم الكيكة عالم لبنان مزين استوديو مطبخ رؤيا كتير حابة أحكي إنه إذا بنا نعمل علم دايما بالكيك كتير مهم نهتم بكل تفصيلة موجودة بالكيكة عشان تكون نفس العلم ليش لأنه كل شغلة بالعلم ترمز إلى إشي معين بهم البلد فلازم لما نختار الألوان الدرجة تكون صح لما نختار الأشكال تكون كتير قريبة للواقع مش أي شيء مش أي شجرة يعني مثلا الأرز ما بزبط اليوم نعمل أي شجرة ونحطها لأنها هي لها رمز معين رمز الأرزة هي لبنان أرزة لبنان بالضبط والترمز أيضا للعراقة والصمود والأرز والذي معروف عن لبنان أساسا يعني اللون الأحمر برمز لدماء الشهداء اللون الأبيض برمز للثلج الموجود على جبال لبنان وبرضه برمز للصفاء والنقاء صحيح والسلام إن شاء الله رح نعمل اليوم شجرة الأرز آه وضل معنا وقت رح نعمل الوردات الحمر الموجودين أنا ما عندي قطاعة شجرة الأرز فحاولت أعمل من قطاعة الشجرة العادية بشكل كثير قريب من شجرة الأرز بس تعدليها يعني تعدليها بالضبط هلأ رح نشوف كيف طبعا رح أجيب لون الأخضر الغامق ما بزبط لون أخضر فاتح لأنه الأرز لون الأخضر فيها غامق رح أحط على الكاونتر شوي تنشا عشان ما تلزق العجينة بعدين عجنت العجينة بدي أفردها بسماكة مش كتير سميكة ولا رقيقة وسط هلأ رح أجيب قطاعة شجرة أنا عندي إياها اللي هي شجرة العادية فرح أقطع فيها وهلأ رح نشكل الشكل رح تشوفوا كيف رح أحط القطاعة وأضغط هلأ بدي أحاول أعمل الجزء الأسفل اللي تحت بدي أحاول أعمله هيك عريض من تحت وأضغط بأصبعي بهاي الطريقة هاي أول خطوة بعدين رح أجيب سكينة أو إكزاكتو نايف أو هاد التول رح أجي على كل إنحناء بالشجرة من النص وأقطعه بشكل مستقيم من الجهة الثانية نفس الطريقة خط مستقيم بعدين رح أجي بأصابعي وأعمل كل عند محل ما أطاعت كل واحدة رح أعمل هيك أضغط وأسحب لبرة لكي يصير الشكل مثل شجرة الأرز ستحاول تقرب الشكل قدر الأرز أيها بالضبط تمام أوكي حبيتي كيف عملتي مرفرف العلم يعني مش آه طبعاً مستقيم مستقيم آه يعني هذا زي كأنه بأعطيك هيك الإفاكت العلم شعور اللي برق معلق طاير بالهواء أوكي إن شاء الله دائماً مرفوع يا رب سلام يا رب دائماً طيب على ما تعمل هيك نسرين في عندنا بس مباركة هيك سريع على حمزة الرفاعي من بارك لحمزة الرفاعي تخرج بكالوريوس هندسة ألف ألف مبروك بيبركله زميلنا مأمون الدهامشة ونحنا كمان نبركله ألف مبروك لحمزة الرفاعي أوكي فيه لما دائماً نعمل أي إشي موجود على الواقع زي ما حكت لكم قبل إنه بدنا نحط صورة الشغلة قدامنا ونقلدها فإذا بتلاحظوا عالم لبنان شجرة الأرز فيها زي فتحات أوكي فأنا هلأ عم بعمل بهذا الطول برضو عم بضغط وبعمل زي فتحة إشي صغير إشي كبير يعني هي محاولة فعلة لتقريب الأرزة بالضبط وهيك صار الشكل أرزة لبنان بالضبط تمام؟ تمام طبعاً لما بنلزقها على الكيكة بنحط الكلو اللي داماً نستخدمه أو شوية ماء ومنلزقها على الكيكة دايريكت في معنا وقت نشوف الوردة؟ آآآ طبعاً يلا ورجينا الوردة تمام هلا الوردة هاي كتير بسيطة فهلة كتير ما بدها إشي غير إنها قطاعة دائرية بس وعجينة سكر وتكون جاهزة فهلة ما بدها وقت كمان رح أاخد أنا اخترت اليوم اللون الأحمر رح أاخد العجينة أحط شوي تنشا أفردها نشا بدها كمان شوي نشا طبعاً اللون الأحمر زي با حكينا برضو قبل إنه هو من الألوان اللي يفضل إنه ما نستخدم كتير نشا عليه لأنه بيطبع شوي بس نضطر أوقات عشان بيلزق العجينة بدي أحاول إرققها ما بديها كتير خميلة بطلع شكل الوردة أحلى ورح أجيب قطاعة دائرية حجمها على حسب حجم الوردة اللي أنا بدي إياها بس هاي الوردة ما بنفع نعمل قطاعة كتير كبيرة يعني هذون الثلاث أحجام هم المناسبين له هذه الوردة أكبر من هكذا بتي أخرى كتير جيدة أوكي فأنا سوف أختار الحجم الوسط رح أقطعها خمس دوائر هذه أول واحدة هذه الثانية هذه الششبرك لكن هذه مشكلة كيف تنحشها إلى الشوشبرك؟ كيف تنحشها إلى الشوشبرك؟ هذا مينيس ورهات الشوشبرك حبت لحمة مفرومة هناك أشخاص يعملون جداً صغيراً لكن ليس لهذه الدرجة سنشد حتى أرى كيف تفعل الوردة نعمل الشوشبرك على شكل وردة نعم، نصبح وردات الشوشبرك لكن المشكلة هو أن نضع الحشوة لنرى إذا ممكن أن يضبط معك ندبرها نأخذ أول دائرة منحط جلو بطرف واحد منحط الدائرة الثانية على الدائرة الأولى برضو منرجع منجيب جلو على الطرف منحط يعني دائرة فوق دائرة بعد ما نحط جلو أضبط الشيك لشوشبرك لا خلص وآخر واحدة شايفين كيف دائرة فوق الدائرة بس على الطرف العجينة وأبدأ أحركها باتجاهي بهاي الطريقة حسنا، اللي رح يصل عندي أني رح أجيب السكينة أو إكزاكتو نايف وأقسم محل ما ضغطت برضو بالنص صار عندي ورد جوه صار عندي وردتين بالزبط حسنا، 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 لتطلع زابطة رح أفتح البتلات بعتها رح أبلش أفتح البتلة لا وردي حمرا چطي الوردة مصعني والوردة الثانية والوردة الطبيعي بالتاكل أنا شاف عندي كل شي بالتاكل نرجع ونفتح البتلة الله يساعدك بالعادة إذا كان في عجينة سكر زايدة من تحت منضغط شوي منجيب السكينة أو الأكزاكتو نايف ومنشيل الزايد مشان الوردة توقف بسهولة على الكيكة أو المكان اللي أنا بدي أحطه عليها وبهيك بتوقف بسهولة بتجنم تمام حلو هناك وقت نحكي على الوراء طيب نحن دائما عنا وقت عمار في دقيقتين أوك دقيقة أو نصف طيب هلا بالنسبة لوراء الشجر بيكون في عنا خيارين يا أما أنه نستخدم مولد اللي هو المولد بيكون إشي سيليكون منحط فيه العجينة ومنطلحها بتعطيني نفس الشكل الموجود أو الخيار التاني اللي هو الطاعة القطاعها برضو بتكون على شكل ورقة شجرة منقطع زي ما قطعنا قبل شوية للشجرة رح نشوف كيف رح نستخدم المولد رح أخد جزء من عجينة السكر ما يكون كتير كبير على حسب حجم الورقة اللي أنا بدي إياها أنا رح أعمله الحجم الصغير حطيت عجينة سكر ضغطت شلت العجينة الزايدة حسنا بدي أتأكد إنه ما في عجينة زايدة أبداً بضغط كويس عشان العجينة تاخد الشكل اللي جوه المولد بعدين اللي إنه سيليكون فسهل إني أتنيه وأطلع الورقة شوي شوي عشان ما يروح الأفكت اللي أخدته على العجينة ما بتحطي جواته سكر أو نشا؟ إذا كان جديد المولد منحط نشا لما يستخدم بيبطل يلزق إلا إذا كانت العجينة كتير طرية بالصف بتكون كتير طرية وممكن نحط شوي نشا بس ما نكتر كتير ومكون جاهز هلأ هيك الورقة حلوة بس إذا عملناها تنيتها من النص هلأ هي هيك مستقيمة بس أنا رح أتنيها من الآخر وأعطيها زي شكل من الطرف تعطيني شكل حقيقي أكتر لورقة الشجر مية بالمية تمام هلأ كيف بدك تطي الوردة على الوردات؟ نحن نحطينهم ممكن نحط كمان وردة وهي رح أقصها ما أحلى الألوان ما أحلى العلم عن جد يسلموا إذاكي نصريا إذاكي حبيبتك يعني عن جد حسنا ليس عم بشوف كيكي عم بشوف علم يعني العلم طلعتي الألوان كتير صح الألوان كتير مهم روان طب كيف طالع الأحمر بلمعة؟ أحلى أي شيء نريد معه يمكن أن نستخدم السيم البخار الماء أو زيت درة نضع ريشة ومدهن الشغلة التي نريدها لكي يجبها حتى لو كنت تطيق المع بلمعة نفس الطريقة نعم نشكرك كثيرا نسرين يعني دائماً مبدعاً وخلاص أظن الكل صار شايف أديك عم تعملي أشياء دائماً وعم بتواكبك مبهرة مبهرة مش مبدعاً شكراً إليك وعلى وجودك معانا اليوم